قانون جرائم المعلوماتية واحد من بين القوانين المثيرة للجدل منذ عام 2018 يحاول مجلس النواب الحالي اليوم المضي بتشريعه رغم الاعتراضات الكثيرة التي صدرت من قبل ناشطين ومدونين في العراق وذلك بسبب احتوائه على فقرات وبنود قابلة للتأويل وتحد من حرية التعبير فقد عده الكثيرون شبحا يطارد أصحاب الرأي بعد أن وصلت العقوبات في بعض مواده إلى سجن مؤبد فيما تدافع الكتل السياسية والأحزاب عنه بحجة حماية أمن الدولة لجنة الأمن والدفاع النيابية قالت إن القانون تمت قراءته قراءة أولى وأن البرلمان يسعى إلى تمرير الكثير من القوانين المعطلة من ضمنها قانون جرائم المعلوماتية متعهدة بأن التعديلات على مشروع القانون ستكون بعد القراءة الأولى بحسب قولها وبالحديث عن المؤاخذات على مشروع القانون المطروح فإن أبرزها منح السلطات إمكانية محاكمة المدونين وعدم التفريق بين الانتقاد والسبل الشخصيات العامة والمؤسسات مع تقييد الوصول للمعلومات ونشرها والأسيام فيما يتعلق بخضايا الفساد بحسب منظمات إنسانية وحقوقية وقانونية مؤكدة أن القانون يتنافى مع مبادئ حرية التعبير عن الرأي والصحافة والاحتجاج السلمي مشيرة إلى أن القانون يخالف المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي مراقبون رأوا أن قانون جرائم المعلوماتي الذي تضمن أحد وثلاثين مادة تم حشه الآن بفقرات ملغمة من ضمنها ابتزاز ومحاكمة الناشطين والمدونين وسط تضييق حكومي متعمد على الصحافة وحرية التعبير والبحث في ملفات معينة أبرزها منف الفساد لحكومات متعاقبة بكتلها وأحزابها وميليشياتها